السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلبة أحب أرحب بيكم في أول دروسنا الألكترونية في موضوع الالكتريكل والالكترونيك سيركيتس للمرحلة الثانية فرق حندسة الطاقة والطاقات المتجديدة في أول محاضراتنا رح نسوي إعادة سريعة لما أخذنا في الجامعة في المحاضرات السابقة وكان موضوعنا عن البيبولار جنكشن ترانزيستر وعرفنا بأنه هو أحد أجهزة السيمي كوندكتر ماتيريال ويتألف من الثلاث أطراف رئيسية اللي هي البيس والكولكتر والإميتر ويعتبر الإميتر هو المصدر الرئيسي للتيار في الترانزيستر والكولكتر هو الجامع الرئيسي للتيار أما منطقة البيس فهي وصلة تربط ما بين الإميتر والكولكتر يأما يتكون أو يكون على نوعين يأما نوع ال-NPN أو ال-PNP type وفي كل الحالتين هو يتكون من سيمي كوندكتر ماتيريال يكون الباعث الأميتر والجامع ال-Collector من نفس ال-Type من سيمي كوندكتر ماتيريال أم القاعدة فتكون من مادة مغيرة يأما P-O-N مثل ما اطرقنا في المحاضرات السابقة هذا هو السامبل الرئيسي للترانزيستر ونتعرف على نوع الترانزيستر سواء كان NPN أو PNP من اتجاه السهم الموجود في الرمز فإذا كان السهم باتجاه الأميتر أو خارج من منطقة ال-Base رح يكون نوع NPN أما السهم عندما يكون داخل إلى ال-Base أو خارج من الأميتر فرح يكون النوع PNP وهذه طبعا يأثر على طريقة ربط المصادر وانحياز دائرة ال-Input وال-Output في الترانزيستر ال-Basec Transistor Operation هذه الدوائر رح تمثلنا الطريقة الأساسية لربط الترانزيستر في أغلب الأحيان حتى يشتغل الترانزيستر بشكل صحيح لازم نوفر له انحياز مثل ما اطرقنا بالمحاضرات في الجامعة قلت لكم هو عبارة في الحقيقة كأنما أنا إذا أربط دايودات أثنين بشكل متعاكس فرح يكون عندي في منطقة ما بين ال-Base والإميتر نسميه Base Emitter Junction اللي يمثليه دايود ومنطقة ال-Collector وال-Base هذه عبارة عن Collector Base Junction واللي يكون بشكل دايود متقابل مع الدايود الأول يجب أن تكون دائرة ال-Base Emitter مربوطة أو منحازة بانحياز أمامي والجزء الآخر اللي هو Collector Emitter رح يكون منحاز بانحياز عكسي فحتى تحصل على الانحياز الأمامي والانحياز العكسي للترانسستر يجب أن أربط معه مصادر مستمرة للفولتية حتى تطيني الشكل الصحيح للتشغيل التيار الرئيسي في الدائرة مثل ما ذكرنا هو تيار ال-IE اللي هو تيار ال-Emitter واللي يكون هو التيار الرئيسي المار بالدائرة واللي يتوزع ما بين تيار ال-Base وتيار ال-Collector إذن تيار ال-Emitter هو أكبر تيار موجود بالدائرة واللي يسوي مجموع تيار ال-Base وتيار ال-Emitter التيارات والفولتيات الموجودة بالترانسستر هي تيار ال-Base وتيار ال-Emitter وتيار ال-Collector الفولتيات الموجودة بالترانسستر هي ال-VPE وتمثل فولتيات الانحياز الأمامي للديود وتكون قيمتها مساوية إلى 0.7 إذا كان الترانسستر مصنع من السيليكون أو 0.3 فولت إذا كان الترانسستر مصنع من الجرمانيوم الفولتيات الثانية هي ما بين فولتيات ال-Collector وال-Base نسميها ال-VPC والفولتيات الثالثة هي ما بين ال-Collector وال-Emitter سميناها ال-VCE حتى عرف معامل طبعا الغرض من استخدام الترانسسترات هو ك-Switch أو ك-Amplifier هي أما كمفتاح أو كمضخم الغرض الأساسي من استخدامه هو استخدامه كمضخم للإشارة وحتى نحصل على عملية التضخيم يجب أن تكون دائرة ال-Input مالتنا منحازة بالإنحياز الأمامي ودائرة ال-Output منحازة بالإنحياز العكسي عندنا ثوابت اللي هي ال-Beta وال-Alpha Beta DC وال-Alpha DC وهي معامل التكبير في الدائرة حيث Beta تساوي لتيار ال-Output اللي هو تيار ال-Collector على تيار ال-Onput هو تيار ال-Base أما ال-Alpha هذه في حالة طبعا ربط الترانزيستر ك-Common Emiter Junction أما في حالة ربط الترانزيستر ك-Common Base Junction رح يكون معامل التكبير هو Alpha DC واللي يساوي تيار ال-Output اللي هو IC على تيار ال-Onput اللي هو IE دائما بما أنه قلنا أنه ال-IC طبعا مثل ما ذكرنا بمحاضرات اللي أخذناها بشكل مباشر أنه IE يساوي تقريبا ال-IC لأنه قيمة ال-IB تكون قليلة جدا ليش قيمة ال-IB تكون قليلة جدا لأنه تكون دائما ال-Base تصنع منطقة أضيق من منطقة ال-Meter ومنطقة ال-Collector ويكون كمية الدوبينج بها التشويب قليل حتى نضمن بأنه أكبر تيار ينتقل من ال-Meter باتجاه ال-Collector وما يحصل أي خسائر داخل أو عنده مرورة في منطقة ال-Base لذلك تكون قيمة تيار ال-Base دائما تقاس بال-Nano أو ومايكرو أمبير أي قيمتها قليلة جدا فما تأثر لي على قيمة تيار ال-Meter وتيار ال-Collector ففي الغالب يكون هذه القيمة من التيار مهملة وتيار ال-Meter في الغالب يساوي تيار ال-Collector فلما نجي على الألفة وال-Beta نقارن قيمة تيار ال-Collector مع تيار ال-Base عادة يكون تيار ال-Collector أكبر بكثير من تيار ال-Base لأن في الغالب تيار ال-Collector يكون مقاس بال-Meter وتيار ال-Base مقاس أما بال-Nano أمبير أو بال-Micro أمبير وفي هذه الحالة تكون قيمة بيتا قيمتها دائما أكبر من 1 وتتراوح في الغالب بين 100 إلى 200 طبعا الألفة والبيتا تكون بدون وحدات لأنه عبارة عن حاصل قسمة تيار الى تيار أما في حالة الألفة التي تساوي لل-IC على الإي ففي الغالب احنا قلنا ال-IE وال-IC يكون قيمتهم متقاربة تقريبا مع عدى القيمة القليلة جدا المطروحة من ال-IE حتى تطيني قيمة ال-IC اللي هي قيمة تيار ال-Base لذلك تكون وتتراوح قيمة الألفة ما بين .99 إلى .98 أما بالنسبة للـ الفولتيات والتيارات كما ذكرنا أنه أكو فولتيات ال-VP أو تيار ال-I-P اللي هو تيار القاعدة وتيار ال-Emmeter اللي هو DC-Emmeter Current وتيار ال-Collector اللي هو DC-Collector Current اللي قلنا دائما هو عبارة عن فولتيات الانحياز الأمامي اللي تكون مساوية إلى .7 في السيليكون و .3 في الجرمانيوم الفولتيات الرئيسية المجهزة لدائرة ال-Input هي نسميها ال-VPB والفولتيات اللي دائما طبعا هذه تكون تجعل لدائرة ال-Input بنحياز أمامي وال-VCC اللي هي مصدر الفولتيات اللي يجعل لدائرة ال-Output بنحياز عكسي حتى أستخرج قيم الرئيسية في الدوائر الترانستر مجرد ما أرجع إلى الدائرة وأخذ لوبين اللوب الأول لدائرة ال-Input باستخدام كيرشوف واللوب الثاني لدائرة ال-Output باستخدام كيرشوف واللوب الأول اللوب الأول اللي هو وال-VPB اللي ساوي للدروب اللي حادث على المقاومة ال-RB اللي هي IP في ال-RB والدروب اللي حاصل بال-Junction ما بين ال-Base والإمتر اللي هو ال-VPB أما اللوب الثاني اللي يمثل VCC تساوي ال-ICRC اللي دروب اللي حاصل على المقاومة ال-Collector وال-Voltage اللي حاصل ما بين ال-Collector والإمتر اللي هو ال-VCE إذن ال-IB في هذه الحالة رح يساوي لل-VPB ناقصاً ال-VPE على ال-RB وال-VCE رح يساوي لل-VCC منص ال-VRC اللي هو عبارة عن IC في ال-RC ودائماً تيار ال-Collector يساوي لي ال-Beta مضروب في ال-IB قدنا ال-VCP حتى أقدر أستخرج هذه الفلتية اللي موجودة ما بين ال-Collector وال-Base رح يكون عن طريق طرح الفلتية الكلية اللي هي ال-VCE ناقصاً ال-VPE وال-VPE دائماً هو يكون معرف إنه إذا حسب نوع ال-Transistor إذا كان سيليكون أو جرمانيون من خلاله أقدر أستخرج قيمة ال-VCP أيضاً شرحنا في المحاضرات السابقة ال-Collector Characteristic Curve وهو العلاقة ما بين تيار ال-Collector و-Voltear Collector Emitter لقيم مختلفة طبعاً من تيارات ال-Base حيث إنه كل ما أغير ب-Voltear ال-Input رح أحصل على تيار في ال-Base مختلف يقابل قيمة مختلفة لتيار ال-Collector فرح تتكون عندي هذا المخطط اللي هي مؤلف من ثلاث مناطق رئيسية هي منطقة Saturation هذه المنطقة اللي ما بين الصفر وال-.7 في هذه المنطقة يكون دائرة ال-Input في حالة انحياز أمامي ودائرة ال-Output في حالة انحياز أمامي يعني لم تصل إلى لم يصل لتصل الدائرة في هذه النقطة لم تصل بعد إلى أنه تكون بانحياز أمامي وانحياز أكسي في دائرة ال-Input وال-Output لذلك تكون العلاقة ما بين التيار وال-Voltear علاقة خطية هذه المنطقة أسميها منطقة الإشباع منطقة Saturation تليها المنطقة التالية اللي هي اللي يشتغل بها كترانزستر فعال هي ما بين منطقة ال-B-C اللي يكون فيها تيار أو دائرة ال-Input منحياز انحياز أمامي ودائرة ال-Output منحياز منحياز عكسي المنطقة اللي تليها هي منطقة ال-Breakdown اللي تكون فيها تحصل عملية ال-Damage للجهاز لذلك دائما تكون هذه المنطقة خطرة نتجنب أنه نوصلها المفروض عندي ال-Transistor يشتغل في هذه المنطقة منطقة ال-Active Region اللي هي تكون دائرة ال-Input منحياز أمامي forward bias ودائرة ال-Output تكون منحياز عكسي reverse bias عندي منطقة الكتوف هذه المنطقة الضيقة اللي هي في الحقيقة عندما يكون تيار أو تكون دائرة ال-Input هي reverse bias ودائرة ال-Output أيضا reverse bias في هذه الحالة المفروض أنه تيار ال-Base يكون صفر وعندما يكون تيار ال-Base صفر المفروض عندي تيار ال-Collector أيضا يكون صفر لكن في الحقيقة هو رح يطيني قيمة قليلة جدا للتيار هذه الناتجة على أنه في الحقيقة تيار ال-Collector مكون من جزئين رئيسية هو ال-Beta IB زائدا Beta Plus 1 ICBO وأقصد بال-ICBO هو تيار المسؤولة عنه حاملات الشحنة الأقلية اللي هي Minority Carrier يعني عندي بال-Semiconductor Material مثل ما نعرف أكون نوعا من حاملات الشحنة هي Majority Carrier المسؤولة عنها الشوائب اللي نحقنها في مادة السemiconductor Material والجزء الآخر اللي هو Minority Carrier هي الشحنات أو حاملات الشحنة الموجودة أصلاً في الذرة مالتنا لذلك هذا النوع من التيار اللي هو يعتمد على Minority Carrier ويعتمد على درجات الحرارة فعند قطع تيار ال-Base معناها أنه ما رح أقطع نهائياً أو ما رح أصفر طيار ال-Collector نهائياً لا لأنه حيبقى أنتي تيار ثاني اللي هو مسؤول عنها Minority Carrier اللي يتحفز وينتقل بفعل درجات الحرارة لذلك أشوف هذا عندما يكون تيار ال-Base Zero تيار ال-Collector يطيني قيمة قليلة جداً في أغلب المسائل تهمل هذه فد ريفيو سريع طبعاً تعلمنا شون نرسم Load Line خط الحمل في دوائر الترانسيستر وقلنا نعتمد على معادلة ال-Output اللي هي عبارة عن VCC يساوي لل-IC في RC زائداً VCE وقلنا لما نريد نرسم هذا Load Line كأنما هو معادلة خط مستقيم حتى أطلع نقطة التقاطع مع ال-XX اللي هو ال-VCE لازم أصفر ال-IC فيطلع عندي ال-VCE مساوي إلى ال-VCC وعندما أريد أطلع نقطة التقاطع مع ال-XX لازم أصفر ال-Y أفهم لما أريد أطلع نقطة التقاطع مع ال-Y لازم أصفر ال-XX اللي هو ال-VCE رح يطلع لي ال-IC اللي هو عبارة عن VCC على ال-RC هذا خط الحمل يحدد لي أنه وين أنا دا أشتغل بالضبط في منطقة العمل اللي دا يشتغل بها لترانزيستر فأي لما أحدد له أي قيمة لتيار ال-BASE مثلاً هنا يكون عندي 10 مايكرو أمبير مجرد ما أشوف نقطة التقاطع هذا ال-LOD مع ال-Curve ال-Curve رح يمثل لي هي نقطة العمل داخل منطقة ال-Active region حتى تطلع عندي الإشارة اللي أريد أضخمها بصورة صحيحة وبدون تشويه نقلنا إحنا الغرض الرئيسي من استخدام الترانزيستر هو لتضخيم الإشارة فألاحظ أنه حتى أشغل الترانزيستر كمضخم للإشارة بالإضافة إلى مصادر الجهد اللي أخليها بدائرة ال-Input ودائرة ال-Output لازم أجهزه بمصدر للطاقة المتناوبة أو الفولتية المتناوبة بال-Input circuit ومثل ما وضحت لكم أنه هذه المساطر الطاقة الفولتية المستمرة هي عبارة عن تشغيل فقط للترانزيستر يعني مجرد تهيئته للعمل الرئيسي اللي أنا أريد الغرض التبع الغرض من عنده فعنده تزويده بمصدر للتيارة المتناوبة أو الفولتية المتناوبة ألاحظ أنه في حالة ربط الترانزيستر كـ Common Emitter Configuration أو Common Emitter Junction رح يأدي إلى أنه يضخم للإشارة ولكن رح يقلبها بفرق طور 180 درجة وكذلك لما أريد أستخدمه كـ Switch نفس الحالة رح يكون مفروض عندي نقطة العمل في هذه الحالة تكون منحازة أما إلى منطقة الساتوريشن أو منطقة الكتوف حتى يعمل أنتي كمفتاح إذن حتى أتحكم بعمل الترانزيستر إذن يجب أن أحافظ على موقع الكيوب بوينت داخل منطقة المطلوبة حسب الغرض اللي أريده من عنده وهذه الحفاظ على نقطة العمل في منطقة معينة يطلب من أنتي الحفاظ على درجات الحرارة لأنه هذه نقطة العمل تتأثر بقيمة بيتا وبيتا بالتالي تأثر على قيمة الـ IC والـ VCE وبما أن بيتا تتأثر بدرجة الحرارة إذن يجب أن نجد حلول معينة حتى نخلي أن دائرة الترانزيستر لا تعتمد اعتماد مباشر على قيمة بيتا والفا وبحيث أنه عدم اعتمادها على هذا النوع من الثوابت يؤدي إلى أنه ما تعتمد أو ما تتأثر بدرجات الحرارة وتحافظ على عملها في منطقة اللي أنا أريد أشتغل بها أعزائي الطلبة كان هذا إعادة سريعة لما أخذناه في المحاضرات السابقة وإن شاء الله على المحاضرة القادمة راح ندرس طرق انحياز الترانزيستر اللي هي تتألف من ثلاث طرق رئيسية اللي هي Voltage Divider Configuration والSelf Bicing والEmitter Bicing Configuration شكرا لحسين الاستماع وتمنى لكم دواما الموافقية